انتهى شهر العسل الذي تعيشه الميليشيات الموالية لإيران في العراق وباتت في أتون محرقة قد تطال ما سعت إليه للسيطرة على أذرع الدولة في العراق عسكريا وسياسيا واقتصاديا القصف الذي استهدف مقراتها لنحو 13 مرة لم يكن محد صدفة بل هو على ما يظهر عليه بداية قص أظافر هذه الميليشيات التي تهدد المصارح الأمريكية في المنطقة حيث منحت واشنطن الضوء الأخضر لحليفتها تل أبيب لتقصف بالوكالة صواريخ الحجد التي وصلتها من إيران وما أكثر الأدلة على أن الأمور تتجه لمعركة كسر عظام إلا تأكيد زعيم ميليشيا سيد شهداء أبو آلاء الولائي أن الحجد سيتوجه إلى إيران للحصول على منظومة دفاعية تحمي معسكراته حتى إن لم توافق الحكومة ذاتها لا وبل ذهب الولائي في إدارته للمعركة إلى اعتبار جنود الأمريكيين في العراق مشاريع أسراء لديه الأمريكان كلهم رهائن أدى فصائل المقاومة في حالة حدثة الحرب لأننا سوف نقف مع الجمهوري الإسلامية النقطة على الصدر وهذا السجار خلينا نحرج من ينحرج المشكلة الأساسية كما يرى العراقيون ليست في اللافتات التي تنتشر في أنحاء العاصمة العراقية بغداد وتبادل العداء لأمريكا وإسرائيل تحت يافطة المقاومة والممانعة بل في خلفيات هذه اليافطة التي أغفلت الهدف الأساسي واتخذته ذريعة لزيادة نفوذ إيران ليس في العراق فحسب بل في كل من سوريا واليمن ولبنان من جانبها تبدو الحكومة في بغداد الحلقة الأضعف في هذا الصراع الدولي الذي جرت ميليشيات الحجد العراق إليه عنوة فعاد العبد المهدي من جهة لا يستطيع مواجهة إيران بحقيقة التزامه الحياد وهي التي دعمته للوصول لرئاسة الحكومة ولم يتمكن بالمقابل من إقناع واشنطن بخطواته في لجم الميليشيات بسبب دعمه لها لقاء عدم وقوفها في وجهه وهو ما يثبته تأكد لجنة الأمن والدفاع النيابية أن اللجان المشكلة بشأن القصف الصهيوني هي لجان صورية ووهمية لحفظ ماء الوجه وثم تمن يقول أيضا أن مشكلة العراق الأساسية في فقدانه مفهومة دولة ومؤسساتها التي تحولت لتكون مطية تخدم مصالح الأحزاب السياسية وأجنداتها سواء من جانب طهران أو واشنطن التي اتفقتا على تفكيك العراق كدولة عام 2003 وتختلفان حاليا على تقاسم ثرواته وإدارته